سلمة يمكن يدخلنا لفكرة معينة بأنه زي ما احنا منحكي عن ضيف بيكون قدير جدا فما بالك الموزيح بده يستطيع يحاور هذا الضيف كم الآن موضوع الفكر وانت ركزت على موضوع الفكر لنجاح التلفزيون المصري اختصرتها لأنه فكر الآن كم الفكر ضروري للإعلامي في ظل ظهور ما يسموا أنفسهم إعلامي وفي حاجات حلوة وفي حاجات فيها فكر وفي حاجات بنستفيد منها دي قليلة الأكتر يعني أنا بسمي الأكتر أهل الشر أهل الشر صحيح أشكلها أكتر بالضبط أهل الشر يعني دول أصدقى تاريخ قديم يعني لو بنتكلم على إزاي يعني أنه اللي حصل ده كله على السوشيال ميديا وتأثيره على مجتمعات كاملة وتأثيره في الماس كده بشكل مدمر يعني ده نرجع بقى لماكيافالي مثلا الإيطالي الجنسية من القرن الخمستاشر وقال لك يعني النظرية بتاعته فرق تسود كتاب الأمير نعم كتاب الأمير أيوة لتقانس يعني فعلا هو ده مثلا لو حتيجوا بعد شوية هتلاقوا جوبلز مثلا في الحرب العالمية التانية والبروباجاندا مصطلح البروباجاندا أصلا ظهر مع جوبلز مع جوبلز بالضبط هو البداية بتاعت البروباجاندا صحيح فهو ده بقى اللي بعد كده فضل يعني يتطور 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 مع من خلال بقى استراتيجيات ومن خلال نظم جديدة ومن خلال حاجات كتير قوي بنوصل مثلا في السبعينات التمانينات بنلاقي انه احنا كنا في التليفزيون احلى برامل ينادي دولي ده ما كانش فيه اعلان واحد وكان بيشد المشاهد من اول ثانية لاخر ثانية وما فيهوش اعلان ما عليهوش اعلان بذرا على المقاطعة استاذ السلم اليوم حقيقة كثير من التفصيلات المهمة اللي نواجهها بحياتنا خاصة حضرت اتشخصتي بمسمى اهل الشر وايضا هناك من يفسد الذائق العامة وتشويه صورة الاعلام العربي وهناك ما دس السم بالعسل من خلال برامج معينة تحاول تشويه الذاكرة التي اعتدنا عليها الذاكرة الجميلة في البرامج المنوعات في برامج الثقافية في الادبية في جميع التخصصات كيف اليوم يمكن ان يكون دور الاعلام الحقيقي ودور هذه المؤسسات الرصينة ان كان على صعيد تلفزيون مصر او تلفزيون العراق او الاردن او فلسطين ان نقول لاصحاب الشر قفوا حتى لا يكون مجسات النجاح لديهم هي نسب المشاهدة ما من الممكن اليوم المجرم باي منطقة يكون اشهر شخص في هذه المنطقة لما نسألين على شخص مجرم كلها بتدليج مكانه وتدليج البيت هو المفروض ان احنا نشتغل على كل اللي هما بيشتغلوا عليه ونعمله بالمستوى اللي يخلي المشاهد يروح لك وما يروحش لأهل الشعب